السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ام سارة ان شاء الله تكونوا بخير يوم ان شاء الله اعجبت لكم وصفة من الشوصون الشوصون مختلفين على الشوصون اللي كنا نحضرهم بكري هذه الشوصون تحضرهم شوصون من قطنة و من قوينين فقط سوف ترى المقادل و كيفية تحضر فرشة ممتعة اولا عندي كاس معمر ياوغ ناتور نضيف عليه ملعقة صغيرة و نصف نضيف عليه ملعقة صغيرة و نصف خميرة و خبز ملعقة صغيرة و سكر نضيف عليه نصف كاس و شوية فوق النصف مثل زبدة دائمة نخلطهم بالفوية جيدا و لو تحبين ان تخلطيهم بالباتر حتى نتحصل على النون البيض حتى نضيف حتى نتحصل على عجينة طارية منعجنهاش يعني فقط اللمها ضبط لها قرصة تعمل و راح نخدمها اذا كما راكو تشوفوا انا فقط لميتها معجنهاش راح نخليها حوالي 15 دقيقة حتى الاشياء نغطيها و نخليها ترتاح بالنسبة للحشو صدر التعجاج مقطع بصل مقطع حبة كبيرة فلفل مقطع فرماج طاري زيتون مقطع منح و فلفل اسود منح و فلفل اسود نجيب مقلات نحط فيها حوالي خمس معلقة الزيت منحط اول شي الباصل نخليه يتقله جيدا حتى ياخد اللون الذهبي ثم كيد بال و ياخد شوية لون انا نضيف عليه دكاء الفلفل مقطع دقاء ثم نضيف الدجاج نغطيه و نركيه يطيب حتى من قلبواه و easier و squat ثم ضيفت الزيتون نضيف من المقلات نضيف الملح والفلفل الأسود نضيف الملح والفلفل الأسود نحن نهرسه فقط بالملعقة نضيف الملح والفرمج فرمج الطريق وخلطه جيدا بعد مرتاحة 15 او 20 دقيقة نشكل كورات صغر نبسطن به الطريق على شكل دائري نضع الحشو في الواسط ثم نغلقها به الطريقة نكمل كامل العجين نبسطن بصفر حبابيط نضهن الحبيبات لتعليشو تواعيم الفوق نسخن الفرن نسخن الفرن اصبحت المواد اشتركوا في القناة اضفع الجرس اضغطوا على الاعجاب اصبحت المواد اخوة تاتي في الاخرين القلاق لنعطيكم صحة على المشاهدة واعطيكم صحة على كاملة الجهات نضع الى فيديو اخرى والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر